فظل تزايد أعداد حالات الأطفال المصابين بمرض التوحد في اليمن تقل نسبة الوعي المجتمعي في التعامل مع هذه الحالات التي تعيش عالما آخر ما يزيد من معاناة المصابين أطفال التوحد معنا بإجسادهم فيما يقتنون بوعيهم في عالم آخر وجوه تسكنها البراءة والصفاء تعيش بمعزل عن كل ما يدور حولها في محاولة لدى أنفسهم في عالم آخر فيما الصمت يكسوهم الرفرفة عدم التواصل البصري واللغوي وكثير من المشاكل والسلوكية الغريبة هي أعراض مرض التوحد فيما لا توجد إحصائية معروفة حتى الآن لعدد المصابون بهذا المرض في اليمن ما يخلق قصورا في وضوح الخدمات المفترضة تقديمها لهم هو فوق 165 طفل وطفلة هذا طبعا الأطفال لهم يقولنا من مختلف المديريات عدن لكن في عندنا أطفال أيضا نحنا متواصلين مع أطفال من محافظات في عندنا إصابات من لحق أبيان الضالع أحيانا نيافع أهالي الأطفال أحنا نقدم لهم نصيحة في نفس الوقت أحنا ندعو المجتمع أنه يتواصل صح مع هذه الشريحة لأنه ربنا ابتلاهم بوجود طفل إحتياجات خاصة صعب التعامل معه طفل التوحد إذا كانت أهل صح يسهل التعامل معه لكن إذا كان لم يفهم الطفل هذا ولم يشخص بطريقة صحيحة فيكون صعب جدا التعامل معه صعب الخروب فيه إلى المجتمع المجتمع يرفضون نتيجة موجود الصراخ والترابة الحسية الشديدة اللي عنده يحاول المختصون هنا معرفة نقاط الضعف مع المحاولة في العمل عليها لغرض تعديل مهارات الأطفال والمصابين بمرض التوحد حيث يتم التعامل معهم عن طريق خطط فردية أسرية كما لا بد من التشخيص المبكر للأطفال الرضع لعمل برامج للتدخل السريع لبدل علاج المبكر قبل تفاقم المرض قسم التكامل الحسي للأطفال الدولي عندهم اضطرابات حسية طبعا التكامل الحسي يشمل الحواس كامل هي عبارة عن الثمان حواس بس هنا عندي في القسم هو عبارة عن جزئين فقط الحركي والتأذر البصري على حسب إمكانياتي الجمعية والآن فقط عبر دخولي عبر النيت واليوتيوب بدأت أتابع شوية شوية وأطور شوية من القسم طبعا معنا قائمة حسية الطفل لما يدخل عندي قائمة حسية هذه يتم عبر سؤال ولي الأمر وعبرين نشوف نقاط الضعف عند الطفل أي شيء النقطة الضعف وتبقى مهارة هنا عندنا فنشتغل عليها وبعد ثلاثة أشهر نتابع هل في صافي تحسن أو ما زال فيسمى زي القائمة فيتم تعديل مهارات ونضيف مهارات ثانية يتميز طفل التوحد بأن ذاكاته البصرية قوية جدا ما يجعل المختصين يستثمرون هذه الميزة في عملية استبدال الكلمة بالصورة في تنمية المهارات المفقودة بالنسبة لهم وكثير من مرضى للتوحد أثروا بالعالم مثل الفنان البريطاني المتوحد ستيفن ويلستون وغيره كثير ما يفترض علينا الاهتمام بهم وبقدراتهم أكثر لخلق معجزة ربانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر